يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا على فكرة الصفرة دي كلها جاية ديليفري من دبي السلام عليكم أنا عمرو السيسي مقيم في دبي من 17 سنة النهاردة هقولكم على الأفضل 13 مطعم في دبي من وجه التزري الشخصية وبناهن عن تجربتي أنا وأسرتي للمطاعم دي على مدار السنين طويرا لفاته الشائع عن دبي إنها غالية جدا والمطاعم فيها غالية لكن الكلام ده مش صحيح نهائيا دبي زي ما فيها مطاعم غالية من وجهة نظر بعض الناس فيها كمان مطاعم أسعارها في متناول الجميع أنا أدائع قوليك أطاع قوليك أطاع يلا بينا نبتدي أنتوا جاهزين؟ جاهزين بالسلعة سلعة من حج بسم الله الرحمن الرحيل أول مطعم معنا هو مطعم إماراتي اسمه الإجبابة والإجبابة هي نوع من أنواع السمك في دولة الإمارات العربية المتحدة المطعم متخصص في اللاكانات البحرية الإماراتية وكمان توسعوا أكتر وبقى يعملوا أنواع كتير جدا من أكلات المطبخ الإماراتي الأكلات البحرية تخبل على جولة حبيبنا الإماراتيين وخد عندك إيش شعري وصافي وكنعد وهوور وكباب وكشيد وسيبريم وسيباس وبياح وعنفوش وجش والصال وربيان والنغر وحبول الأكلات الشعبية الإماراتية كمان روعة ولازم تتربل خمس برضو على جولة حبيبنا الإماراتيين وخد عندك هريس وعرسية وثريد وبرياني ومجبوس وخبيسة وخنفروش وعصيدة ولجمات شكر كبير لطباق وصاحب المطعم محمد الرشيدي على المطعم الجميل ده وكمان شكر كبير لصديق الإماراتي محمد على تعريفي وعزمتي على المطعم الروادة تاني مطعم معنا هو برضو مطعم بأيادي إماراتية ولكنه مطعم للأكلات السريعة على الطريقة الأربية واسمه هو لازم يتقال بالإنجليزي والمقصود بكلمة يعني العيش اللي بتعمل فيه أما بالنسبة لكونز معناها وهي نفس فكرة بس بدل بتكون مكونات أكل مختلفة المطعم بيقدم الأكلات السريعة اللي زي البرجر بجميع أنواعه وكمان الهوت دوج والبطاطس المقلية وكمان اختراعات كتيرة ولذيذة جدا وبكل أمانة المكان ده بيعمل الأكلات دي أحسن من مركات كبيرة عالمية برافو شباب الإمارات على المطعم الروادة تالت مطعم معنا من مطبخ أم الدنيا بلدي حبيبتي مصر والمطعم ده اسمه بحر المطعم عنده قيمة طعام غنية جدا يعني يخد عندك بقى إشي تواجن وبطاطس وبسلة ومولوكية ولوبيا وباميا ومحش كرومب وورق عنا وهوكوسة وبتنجان وكوارع وعكاوي ولحمة وبط وفراخ وحمام وفتة وليلا جمد أول ساعتك ومس كده وبس لأ في جمان جميع أنواع المشاوي كفتة وكباب وريش ونيفة وطرب وجمان منبار وحواوشي وكبدة ومخ وكلاوي وقلب واسجق واسمين مشكل لحمة راس وفشة وطحال ها مستنيين أقول وليلا جمد أساعتك مش قاير بحدش يا توقعني يعني من الآخر بحة دبي جاب لكو أكل مصر أم الدنيا لغاية عندكو في دبي دانة الدنيا والأكل في الزمان ده بصور عادي يسوي بيسوي بيسوي يا سلام كمان على القعدة بتاعتهم برف الهوى في فصل الشتاء حاجة ايه ترد الروح رابع مطعم معنا برضو من أم الدنيا وهو مطعم الفلاح وده بقى لعشاء الأكل بتاع الشارع المصري على أصوله المطعم صغانطود ومحندق وبكل أمانة هتاكلوا فيه أحلى كبد اسكندراني واسجق وكلاوي ومخ بالزبدة وحواشي اسكندراني وساكلانس ومكارونات بمكسات مختلفة والعيش عندهم يأم بلدي يأم فينو وانتو اختاروا اللي على كفكم وهتحسوا كده كأنكو في اسكندرية وبعد ما تاكلوا بالهانة والشفة على قلبكو هو ده الإحساس اللي هتحسوا بيه التعابة والحلوة دي أكسب بالله ايه الأكل داك باعة خامس مطعم معنا من بلد شعبها من أحب الشعوب لقلبي بعد الشعب الإماراتي ألا وهي العراق وإذا كنا في مصر فاكرين إن الأكل بتاعنا ده سمو تقيل حب أقولكو إن إخوانا العراقيين ما شاء الله بيفتروا لحمة على الصبح بالعراوة الشفة طبعا من أجمل وأحلى المطاعم العراقية كجودة أكل وديكورات روع داخل المحل هو مطعم صمد العراقي في دبي مطعم ده من أحب المطاعم لقلبي أنواع الأكلات لا تعد ولا تحصل عندهم مينيو ما شاء الله غني جدا فطار وغدا وعشا كباب ممجوء دجاج ممجوء ربيان ممجوء وهتلاقي كمان باجلة وبيجة وتشريب وسمك مزجوف وكوزي ودلمة ومقلوبة وغيرهم كتير جدا وسمحوني لو ما كنتش لطاقة الأكلات بطريقة صحيحة أهلا سلام للشعب العراقي الجميل سادس مطعم معنا هو مطعم اليمن للمندي والمضبي والأكلات الشعبية اليمنية المندي من أشهر الأكلات اليمنية ولكن المطبخ اليمني لا يقتصر فقط على المندي والمضبي ولكن فيه أكلات تانية كتير ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الحنيذ المجلجل التربيان المضبوط الفحسة اللحسة السلطة الشفوت الفتور الخبز الرشوش الخبز الملوح الخبز الرتب وأخيرا وليس آخرا المعصوم أسماء الأكلات فعلا غريبة على غير المتحدثين باللغة اليمنية ولكن الأكلات دي كلها بلا استثناء في منتعة الطعام والجمال وعن تجربة في مطعم اليمن سابع مطعم معنا هو مطعم ديار الشام للأكلات السورية وطبعا الغنية عن التعريف الشوارمة يقال أن الشوارمة أصلها من تركيا ولكن أيا كان أصلها ستظل وتبقى الشوارمة السوري هي الأفضل والمتربعة على عرش قلوب الملايين من وجهة نظري الشخصية مطعم ديار الشام عندهم شوارمة من أحلى الشوارمات الأكلتها في حياتي شوارمة الدجاج اللي بتكون بصوص تومية والمخلل والبطاطا وشوارمة اللحم اللي بتكون بصوص الطحينة والبقدونس والبندورة والبصر والحقيقة أنا ما جربتش من المطعم ده بس إلا الشوارمة لكني منتأكد أن عندهم أكلات تانية كتيرة حلوة لأن المطبخ السوري لا يقتصر بس على الشوارمة ومعروف أنه مطبخ قوي جدا ومعروف بأكلاته الحلوة مطعم رقم 8 معنا من المطبخ الإيراني وهو مطعم الأستاذ للكمام الخاص أو زي ما بيسموه موطنين ومقيمين دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذي المطعم ده مش مجرد مطعم ده تقدروا تقولوا عليه متحف ناس كتير جدا أكلت في المطعم ده من ضمنهم النجوم والمشاهير إذا كانوا لعبين كورة أو مغنيين أو ممثلين من جميع أنحاء العالم كمان بالإضافة إلى ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إيه سر المكان ده؟ السر بسيط جدا هو الجودة والطعم اللي ما بيتغيروش نهائيا في المطعم ده وفي نفس الوقت أسعاره اللي في متناور الجميع ده بالإضافة العام الكبير جدا تاني كمان وهو أصحاب المطعم كل مرة بتكونوا موجودين فيها لازم هتلاقيهم بيشتغلوا بقديهم ويسألوا رواد المطعم عن الأكل وعن أي شيء يطلبه المطعم متخصص في المشاوي الإيراني وبعض الأطباء التانية وفي المطعم ده أقدر أقولكم أي حاجة فيها تجربوها هتعجبكم جدا جدا وأكيد هترجعوا عليه مرة تانية مطعم رقم 9 معانا من الفيليبينز والمطعم اللي معانا اسمه هوت بالايوك الفيليبينز فيها 7641 جزيرة وده معناه أن المطبخ عندهم غني جدا مطعم هوت بالايوك قائم على مبدأ البوفيل مفتوح وعندهم أنواع أكل كتير جدا وكمان عندهم 6 مينيو ممكن تجربوا منها وطبعا الأطباء اللي في المطعم كلها حلال ولأن المطعم الأسيوي بصفة عامة بيميل لمبدأ سويتان سور فبطبيعة الحال هتلاقي أن كتير من الأطباء الفيليبينية بنفس المبدأ من أشهر الأكلات الفيليبينية وغيرهم كتير جدا جربوا الأكل الفيليبيني هيعجبكم جدا جدا عشر مطعم معانا هو مطعم جذيب وهو من بلد تعدادها السكاني تاني أعلى تعداد سكاني في العالم ألا وهي الهند الهند من أكبر دول العالم والمطبخ الهندي مطبخ ضخم جدا ومطعم جذيبه على رغم من أنه عنده مينيو كبير جدا إلا أنه بيقدم جزء بسيط جدا من المطبخ الهندي ومطعم جذيبه بيقدم الأكلات الهندية من منطقة الشمال المطعم ما شاء الله عنده حوالي 31 فرع ما بين دبي وأبوظبي والعين ورأس الخيمة الأكلات عندهم حلوة وجميلة جدا والأكل بيكون فيه توابل كتيرة جدا ورحتها مميزة جدا وأفتكر أني لما أخدت والدتي الله يرحمها ناكل هناك أنا وهي وأختي عجبهم الأكل جدا ولكن الأكل الهندي وصفة عامة بيكون حراء بخلي بالكم مطعم رقم 11 معنا هو مطعم بي اف تشانجز والمطعم ده من البلد الأكبر تعداد سكاني في العالم ألا وهي الصين الصين بلد كميل الصين حلوة الصين مش بس حلوة أكلاتهم كمان حلوة ومطعم بي اف تشانجز من أشهر المطاعم الصينية ومشهورين جدا بتماثيل الخيول اللي بتكون قدام المطاعم بتاعتهم وكمان مشهورين جدا بالدكورات الجميلة والإضاءة والأجواء الصينية المميزة من الأطباق اللي أنا أرشح لكم واللي ما ينفعش تفوتوها لما تروحوا على هناك داينمايت شريم وده من أحلى الجنباري اللي هتكلوه في حياتكم وتشيك اللاتوس راب وده عبارة عن دجاج مع توليفة نودلز معمولة من الرز وبتتلف جوه الخص أو الكابوتشا كمان جربوا الفرايد رايز أو الرز المقلي روع بجلب وبالهناء والشفاء مطعم رقم 12 معنا من أقدم مطاعم دبي والمطعم بيقدم المطبخ الباكستاني مطعم كراتشي داربار مطعم كراتشي داربار بدأ سنة 1973 يعني بعد اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة بسنتين وده معناه أنه مطعم ناجح وبيقدم أكل حلو بدليل أنه لسه ماشاء الله موجود لغاية دلوقتي وبفروع كتير جدا ما بين دبي والشرق وعجمان المطعم بيقدم أكل متنوع جدا من مناطق مختلفة من باكستان ومن أشهر الأطباق عندهم الكراي والبلاو وكمان عندهم الخبز التندوري المميز جربوا الأكل الباكستاني إن شاء الله يعجبكو كده بنكون وصلنا لآخر مطعم معنا وهو مطعم رقم 13 والمطعم ده ناندوس مطعم ناندوس باختصار هو مطعم من جنوب أفريقيا ولكن الأكل اللي بيقدموه من أصول برتغالية يعني نقدر كده نقول ميكس ما بين ده وده ناندوس مشهور جدا بصلصات الباري باري واللي بتكون بدرجات سبايسي مختلفة من أشهر وأجمل وألاذ الأطباق عندهم واللي أرشح حالكم عن تجربة كبدة الدجاج مع الخبز البرتغالي والزبدة والدجاج المشوي مع الرز المبهر الخاص بتاعهم والكل سلو والبطاطا المقلية وكمان جربوا اختراع الأيس بتاع ده اللي بيكون طريق التقديم مفريد جدا من نوعها وفي نفس الوقت طعم جميل جدا جروا ودروا لي طبا يا جعار بعد ما خلص هروح أخد سندويتش همبرغر كبير كده حتة لحمة جميلة كده بعدين تحط عليها برق بصر برق طماطق برق مصطرد وشوية مخلن وبدأ مقلية وبعدين اللي بقى عليه الرريف ده كده واكله يلا يا جميل بقى الأحسن أموت الجوة بتمنى يكون عجبكم الفيديو وأتمنى كمان أنكم تعملوا لايك وشير وسابسكرايب وأتمنى كمان أنكم تشاركوا في التعليقات بأسماء مطعمكم المفضلة في دبي واللي من خلالها يقدر جميع المشاهدين أنهم يستفادوا ويعرفوا أماكنها ويروحوا يجربوها وفي نهاية الفيديو أحب أقولكم اشتركوا في القناة